شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبولي توقيع 29 اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية وهيئة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيدة وتضمن الاتفاقيات الجديدة انشاء وتوسعة نحو 35 مركز تعهيد لهذه الشركات في مصر بما يساهم في توفير 34 ألف فرصة عمل العالم يعهد إلى مصر عنوان احتفالية توقيع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لعدد 29 وإنشاء للشركات تعهيد عالمية بحضور الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وعدد من ممثل الشركات الأجنبية ترفنا بأنشاء الدولة رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات 29 شركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لإقامة أو توسيع 35 مركز تعهيد لها في مصر الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية خماسية لتنمية صناعة التعهيد في مصر وتحتوي الاستراتيجية على ثلاثة محاور من تشجيع للصادرات التكنولوجية وتخصص وتدريب لتوفير ما يقرب من 34 ألف فرصة عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2025 درسنا التكلفة الاستثمارية في مصر مقارنة بعشر دول أخرى وبناء عليه صممنا برنامج حوافز يكون جاذب ويخلي الكلفة في مصر منافسة وأيضا عملنا لقاءات دورية مع الشركات المستثمرة في مصر بنسمع مشاكلهم بنسمع أراءهم في برامجنا بنطور بناء على اللي بنسمعه منهم فبالتالي هذا التواصل مهم جدا أنه يحسوا أنه فيه اهتمام من الحكومة كانت صادرات مصر الرقمية قد وصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال الفترة السابقة على أن تزداد خلال الخمس سنوات القادمة بحوالي مليار دولار سنويا ووصلت حصيلة الشباب المدربين إلى 220 ألف شاب متخصص